موسيقى الرئيس سيسي يوجه بالإصراع في منح ترخيص مؤقدة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها مدبولي يعلن عن توجهات من الرئيس عبد الفتح سيسي بالعمل على جهزية القطاع الطبي بشكل دائم للتعامل مع تدعيات كورونا الدفاع الروسية تؤكد مقتل مئتي مسلح بغارات على القاعدة لتدريب المسلحين في سوريا موسيقى السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جورانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتح سيسي بإدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يمنحها تسهيلات ومزايا ضربية وحوافز أخرى وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين وجه الرئيس السيسي بالإصراع في عملية منح ترخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومنظومة حضنات الأطفال وكذلك النشاط الخيري لصندوق تحيا مصر وقد استعرضت السيدة نيفين القباج جهود الدولة في تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب على مستوى الجمهورية والتي ترتكز على عدة محاور تشمل تطوير المؤسسات الخاصة برعاية الأطفال والكبار بلا مأوى وإنشاء قواعد بيانات مدققة لتلك المؤسسات وإطلاق تطبيق منصة إلكترونية متخصصة بالشراكة مع وزارة الاتصالات فضلا عن مساندة تلك الفئات من الأطفال والشباب بعد التخرج من مؤسسات الرعاية بهدف دعم فرص الدمج المجتمعي بالإضافة إلى محور تطوير بيئة تشريعية داعمة لتلك الجهود وقد وجه السيد الرئيس بترسيخ الهدف الأساسي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والشباب في بناء الشخصية وتطويرها لتكون قادرة على مواجهة الحياة والتفاعل الإيجابي مع المجتمع في مرحلة ما بعد التخرج من مؤسسات الرعاية ومن ثم أهمية صياغة برامج متابعة لهم وتوفير كافة الدعم المالي اللازم في هذا الإطار وذلك على نحو يتيح الدمج الكامل لهم في المجتمع وحصولهم على كافة حقوقهم كما تم استعراض منظومة عمل حضنات الأطفال المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية وخطة العمل الخاصة بتطوير هذه المنظومة والتي ستعتمد على ميكانة ترخيص الحضنات والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية وإنشاء قواعد بيانات شاملة عن المنظومة إلى جانب إتاحة فرص تمويلية لرفع كفاءة الحضنات وقد وجه السيد الرئيس بإدراج حضنات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر بما يمنحها تسهيلات ومزايا ضريبية وحوافز أخرى خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين وفقاً للقانون كما وجه السيد الرئيس بالإسراع في عملية منح ترخيص مؤقتة للحضنات غير المرخصة لحين توفيق أوضعها الإدارية كما تطرق الاجتماع إلى عرض نشاط حملة أبواب الخير التي أطلقها صندوق تحيا مصر خلال شهر رمضان المعظم لدعم الفئات الأولى بالرعاية والعمال غير المنتظمة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال قوافل الإمداد بالمواد الغذائية والتي تهدف إلى توزيع مليون وجبة إفطار على مدار الشهر بالتعاون مع الجمعيات الأهلية إلى جانب توزيع الملابس الجديدة قبل حلول عيد الفطر المبارك أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن توجيهات من الرئيس عبدالفتح السيسي بالعمل على جهزية القطاع الطبي بشكل دائم للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا وأخلال ترأسه اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وجه رئيس الوزراء بتوفير الاعتماد المطلوب لاستيراز اللقاحات ومغزون استراتيجي من المستلزمات الطبية كما أكد مدبولي أن الفترة الحالية تشهد تزايد معدلة الإصابة بفيروس كورونا وهو ما يتطلب الحرس الزائد وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ساهمت القوات المسلحة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في القرى والمناطق لأكثر احتياجا بتوزيع الحصص الغدائية المجانية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم في إطار حرص القوات المسلحة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وبالتزام مع إلغاء إقامة الموائد الرمضانية للالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز حصص غذائية مجانية وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية لتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية حيث تم توزيع الحصص بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصولها إلى مستحقيها بالمحافظات التي تقع في نطاق مسؤولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ترجمة نانسي قنقر وشهدت نقاط التوزيع إقبالاً كبيراً للحصول على العبوات التي تم طرحها مجاناً مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التوزيع حفاظاً على سلامة المواطنين يأتي ذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان معظم أعلنت وزارة الداخلية مقتل ثلاثة من عناصر الخلية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء قالت الداخلية في بيان إن العناصر الإرهابية كانوا يخططون لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المواطنين الأقبات وارتكازات القوات المسلحة سوى الشرطة أشهر البيان إلى أنه تم تحديد هوية اثنين من العناصر الإرهابية بعد مصرعهم وهما القيادية الإرهابية محمد زيادة سالم واسمه الحركي عمار ويعد من أخطر العناصر الإرهابية والإرهابي يوسف إبراهيم السليم واسمه الحركي أبو محمد المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية هذا وأكد البيان ملاحقة بقية عناصر الخلية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بعد تحديدهم أكدت وزارة أري عدم صحة لدعاء الإتسوبي بأن المخارج المنخفضة لسد النهضة وعددها فتحة قدرة على تمرير متوسط تصريفة للأزرق وأوضحت الوزارة أن القدرة الحالية لتصريف المياه لا تتعدى 50 مليون متر مكعب يوميا لكل الفتحتين وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصريفة النيل الأزرق شددت الوزارة على أن تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه تبقى لما أعلنه الجانب الإتسوبي سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر أضفت الوزارة أن الجانب الإتسوبي يصابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له ونفت الوزارة للدعاء بأن السد يطابق المواصفات العالمية مشيرة لأن إتسوبيا تقوم ببنائه بطريقة غير سليمة اشتركوا في القناة 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 وزير الخارجية سامح شكري إلى جنوب إفريقيا في إطار جولاته الإفريقية الجارية لشرح مستجدات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد يحمل شكري رسائل من الرئيس عبدالفتح السيسي للقادة الأفارقة دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى إلى إقامة شركة عمل استراتيجية مع الجامعة العربية ودولها الأعضاء بغية إرثاء دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة العربية جاءت دعوة أبو الغيت أمام جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضمرت قاعدة لتدريب المسلحين قرب مدينة تضمر وسط سوريا في عملية أصفرت عن مقتل مائتي مسلح قال مسؤولون أن هناك معلومات عن إنشاء المسلحين قاعدة مختبئة شمال شرق تضمر حيث جارة تشكيل جامعات قتالية لإرسالها إلى مناطق مختلفة بالبلاد وتنفيذ عمليات إرهابية في سوريا كما تم فيها إنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية في تشاد والتي أجريت في 11 أبريل الجاري فوز الرئيس إدريس دي بولاية جديدة حصل على 79.3% من الأصوات أعلن الجيش التشادي مقتل أكثر من 300 متمرد قادوا توغلاً قبل ثمانية أيام في شمال البلاد إضافة إلى مقتل خمسة جنود في القتال قال ناطقه باسم الجيش التشادي أنه تم اعتقال وتوقيف 150 من المتمردين مشيراً إلى أن القتال في شمال البلاد قد انتهى أعلن الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع جديد للجنة العمل الشاملة المشتركة والمعروفة اختصاراً بالاتفاق النووي الإيراني اليوم الثلاثاء في العاصمة النمسوية فيينا لمناقشة التزام جميع الأطراف إيران ومجموعة خمسة زائد واحد بالاتفاق واحتمال رفع العقوبات الأمريكية عن طهران أكد بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية اعتزام المشاركين تقييم تقدم المحرز في المناقشات الجارية حول احتمال عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وأيضاً كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق النووي الإيراني من قبل جميع الأطراف وصفت الخارجية الأمريكية تقارير عنية روسيا حضر الملاحة في أجزاء من البحر الأسود بأنه تصعيد بلا مبرر وقال المتحدث باسم الخارجية نيت بايس في بيان إن الخطوة الروسية تأتي ضمن حملة مستمرة لتقويض أوكرانيا وزعزعة استقرارها مجيراً إلى ناووسكو التسعى إلى التحكم في دخول صفن إلى الموانئ الأوكرانية قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن التعزيزات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا أكبر مما كانت عليه في 2014 وقال المتحدث باسم البنتاجون إنه لم يتضح بعد إن كانت تحركات القوات لأغراض تدريبية شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على ضرورة التزام جميع الدول بتقليل الإنبعاثات والاستعداد للتأثيرات الحتمية لتغير المناخ وقال بلينكين إن فشل واشنطن في قيادة العالم نحو معالجة أزمة المناخ سيكون له تداعيات كبيرة على الأمن القومي للجميع وأضف أنه من المتوقع وصول حجم سوق الطاقة المتجددة العالمي إلى قرابة التريليوني دولار بحلول عام 2025 وهذا يزيد 35 ضعفاً عن حجم السوق الحالية لمصادر الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إنشاء مركز عمليات المناخ لتعزيز التمويل الأخضر واستخدام السياسة الضريبية وتقييمات المخاطر للمساعدة في تقليل انبعاثات الكربون أوضحت الوزارة الأمريكية أن تغير المناخ يتطلب استثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد من الصناعة والحكومة وكذلك إجراءات لقياس وتخفيف المخاطر المرتبطة بالمناخ على الأسر والشركات والقطاع المالية حسم المجلس التنفيذي للطيار المحافظ والذي تتزعمه المستشار الألماني أنجلا ميركل دعم زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت ليكون مرشح لمنصب المستشار الألماني في الانتخابات الألمانية المقبلة خلفاً لميركل وذلك بعد نقاشات استمرت أكثر من ست ساعات انتهت تصويت الداخلي بحصول لاشيت على دعم بنسبة 77.5% من الأصوات يأتي هذا بينما أظهرت استطلاعات رأي قبل خمسة أشهر من الانتخابات تروجعاً في شعبية المحافظين على خلفية ملف فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة تسجيلة 852 وخمسين حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معملياً بفيروس كورونا ووفاة أربعين حالة جديدة أوضح دكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم خروج 333 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفات يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 163 812 حالة قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن السلطات الصحية تمنحت نحو 211 مليون و600 ألف جرعة لقاح واقع من فيروس كورونا حتى صباح اليوم الاثنين وأضافت أن أكثر من 132 مليون حصلوا على جرعة واحدة على الأقل بينما تجاوز عدد الحاصلين على جرعتين 85 مليون فرد أوضحت المراكز أن الجرعات الموزعة من لقاحات فايزر باينتك وموديرنا وجونسون ان جونسون يواصل فيروس كورونا تفشيه في مختلف أنحاء العالم حيث تجاوز عدد ضحاياه ثلاثة ملايين فيما تم تسجيل أكثر من 140 مليون إصابة حتى الآن في الهند أعلن رئيس وزراء العاصمة نيو ديلهي أن المدينة ستغضع لعزل عام صارم لنحو إسبوع نظرا لزيادة عدد الإصابات مضيفا أن نظام الرعاية الصحية على حافة الإنهيار وأن المدينة تواجه نقصا حادا في الأسرة بالمستشفيات وإمدادات الأكسجين والأدوية الأساسية وفي القارة الأسيوية أيضا قال حاكم إقليم أساق الياباني إن ثالث أكبر إقليم في البلاد من حيث عدد السكان سيطلب من الحكومة إعلان حالة الطوارئ في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مشيرا إلى أن الخدمات الطبية في حالة يرثالها وفي الأرجنتين وبالرغم من أن عدد الوفيات لا تزال مرتفعة فتحت المدارس أبوابها في العاصمة بيونيس آيراس وذلك بعد أن ألغت المحكمة أمرا اتحاديا بأن تكون الدراسة من خلال الإنترنت لمدة أسبوعين وسط الزيادة في إصابات فيروس كورونا والتي جعلت المستشفيات على وشك الإنهيار في المقابل تستعد دول أخرى لتخفيف بعض قيود كورونا حيث تعتزم كل من هولندا وفرنسا إعادة فتح الباحات الخارجية للمقاهي وذلك في نهاية إبريل ومنتصف مايو على التوالي فيما دخل حيث التنفيذ إجراء جديد يسمح لمواطن أستراليا ونيوزولندا بالصفر بدون حجر صحي بين البلدين الذين يسجلان بيانات جيدة للوباء وضع مختلف في كندا التي ستنشر حكومتها تعزيزات في أونتاريو المقاطعة الأكثر اقتضاظا بالسكان في البلاد لمساعدتها في مواجهة موجة عنيفة من الإصابات وعلى صعيد اللقاحات فتحت الولايات المتحدة الباب أمام جميع مواطنيها لطلق التلقيح ضد فيروس كورونا بعد أن تم تطعيم أكثر من نصف البالغين في البلاد ووفقا للوكالة الفيدرالية للصحة العامة تمكن حوالي 50.4% من الأمريكيين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما من تلقي جرعة واحدة من اللقاح فيما طلق 32.5% الجرعتين خصوصا كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما في غدون ذلك بدأ علماء بريطانيون تجربة يتم خلالها تعريض أشخاص أصيبوا من قبل بكوفيد-19 لفيروس كورونا مرة أخرى وذلك لفحص الاستجابات المناعية ومعرفة ما إذا كان الناس سيصابون مرة أخرى من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن الوضع الوبائي في العالم بات مقلقا بعد الزيادة في معدل الإصابة والوفيات ناجمة عن فيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الأسابيع الأخيرة أطلق الاتحاد الأوروبي موقعا على الإنترنت للمواطنين لمناقشة مستقبل تكتل المؤلف من 27 دولة تأتي هذه الخطوة مع دعوات لتطوير الاتحاد الأوروبي لا سيما بعد خروج بريطانيا وتصاعد النزع القومية تقلق الى الأوروبي موقعا على الإنترنت لكم بدأت دار الأوبرا المصرية نشاطها الرمضاني بحفل لأطفال وشباب مركز تنمية المواهب وذلك على المصرح الصغيرة تضم أن البرنامج مختارات متنوعة من أشهر المؤلفات الوطنية والدينية والتراثية والتي أبدعها كبار الشعراء والملحنين المركز فيه 15 فصل متنوع بداية من البيانو والفلوت والعود والأنون والغناء الغربي والغناء الأبرالي والبلي والكلاكت يعني 15 فصل متنوع والنهارده يعتبر أول ليلة من ليلة لرمضان ولدنا كرال الأطفال وكرال شباب وسولست بيشاركوا النهارده في أول احتفالية من احتفالة رمضان الاحتفالية مستمرة يعني النهارده أول احتفالية إن شاء الله بعد بكرة افتتاح الرسمي المسرح النفورة وولادنا في البالي عاملين الليلة الكبيرة مع الموسيقى العسكرية وبقيت الاحتفاليات طول الشهر كل يوم احتفالية توجه فريق الزمالك بلقب بطولة دوري كرة اليد للمرة 17 في تاريخه وذلك بفوزه على الاهلي في المباراة الفاصلة بـ 18 هدفاً مقابل 17 تساوى الفريقان قبل المباراة في رصيد النقاط برصيد 43 نقطة ما أدى للجوء لمباراة فاصلة وقد حسمها الطريق الأبيض بدأ فريق الزمالك تدريبات استعداداً لمباراة الانتاج الحربي المقرر الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشر هذا وقد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة تم على عبي الفريق وطلبهم بالتركيز في المباراة المقبلة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على لقب الدوري شارك محمد شناوي حارس الأهل في الميران الجماعي للفريق الأحمر بعد تعافيه من بايروس كورونا والذي تسبب في غيابه عن التدريبات والمباراة الفترة الأخيرة جاءت عينة شناوي الأخيرة والتي خضع لها سلبية ليمنحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات لجانبي علي لطفي ومصطفى شبير وحفز علاء استعداداً لمواجهة سموح الأربعاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحاج عشر من البطولة أو بطولة الدوري الممتز دفع رئيس نادي رويل مدريد الإسباني فلورنتينو في ريز عن إقامة بطولة الدوري السوبر الأوروبي مؤمنة مؤكداً أنها ستخلق موارد هائلة للأندية التي تعاني من الأوضاع المالية السيئة خاصة في ظل أزمة كورونا أضف بيريز في برنامج الحواري أن داخل الأندية من بطولة دوري أبطال أوروبا ضائل للغاية في حين تتضمن بطولة دوري السوبر الأوروبي إقامة المزيد من المباراة التنفسية ونفى بيريز إمكانية استبعاد أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم موسيقى اتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون تقس اليوم الثلاثاء حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد الحرارة نهاراً على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهاراً بينما يكون لطيف ليلاً على كافة الأنحاء وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وصلنا مع حضراتكم لختم هذه النصرة وهذه تذكرة بأهم ما جاء فيها من عنويننا موسيقى الرئيس السيسي يوجه بالإصراع في منح ترخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها موسيقى مدبولي يعلن عن توجيهات من الرئيس السيسي بالعمل على جاهزية القطاع الطبي بشكل دائم للتعامل مع تداعيات كورونا موسيقى الدفاع الروسية تؤكد مقتل مائتي مسلح بغارات على قاعدة لتدريب المسلحين في سوريا موسيقى وفي الختام نحيط المستدى المشاهدين بأن التردد أكستر نيوز الجديد هو 11.785 رأسي ومعدل الترميز فهو 27.500 أشكرا لحضراتكم كنتي بالمتابعة واللقاء موسيقى 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 موسيقى